النيويورك تايمز أوضحت بأن الوضع في هذه المعركة هو وضع على ما يبدو سيكون متغيرا بمعنى آخر أن القوات الروسية قد تقوم بها مهاجمة القوات الأوكرانية بوتين في أحدى اجتماعاته قبل زيارة الوفد الأفريقي كان واضحا وقال هل علينا أن نفكر في مهاجمة كييف مرة أخرى وبعدها مع الوفد الأفريقي كشف عن تفاصيل الاتفاق وهذا تماما يتم بناء على ما تم تقديمه في مقدمة السؤال وبأن كييف الآن هي الهدف وهذا الخطر في الموضوع لأن ما نشر في نيويورك تايمز ومقال الرئيس بوتين علانية وكأنه يقول لقد أعطينا الفرصة لكييف والتصريحات حتى التي أرطموها في بداية البرنامج فيما يتعلق في القدرات النووية السلاح النووي التكتيكي الروسي الموجود في بيلاروس والتأكيد الرئيس بيلاروس بأنه سيصبح جزء من هذه المعركة القرب الجغرافي بين حدود بيلاروس وبين كييف هي الطريقة الأقصى وهذه الدبابات التي رصدتموها هذا يعني أننا لا نتحدث عن ضربات صاروخية ولا سلاح جو هذا يعني أن هناك دبابات بمعنى مشاعر الأرض سيدخلون هل ستنتهي الأمور دراماتيكيا بأن يتم القاء القبض على زيلنسكي وتصبح يعني مهزلة وفضيحة أما أنها ستنتهي بنوع من الانتحار الحقيقي يعني بمعنى أنه يتعامل المسؤولية أم ينتقل كما كانت بدايات الحرب إلى لفيف وأتذكر أن وسائل الإعلام كلها كانت موجودة في لفيف وليس في كييف لأنها هي الأقرب إلى خطوط الإمداد الخلفية للنيتو للتحال الأوروبي فهل هي بداية خروج زيلنسكي من كييف باتجاه لفيف ومن ثم تحول الصراع برمته إلى نوع من المعارضة الأوكرانية في الخارج وبالتالي تستمر مأساة الجيش الأوكراني الحر وكل ما يقال في هذه السنوعيات ونتحدث عن انقسام يصبح عابرا نلقى للإدارات الأمريكية بما أن بايدن واضح أنه لم يستطع أن يحسن الأمور كما يريد فالآن الكل بانتظار ترامب إذا أتى ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض انتهت هذه الحرب وبالتالي ما زال لدى من يريد إحراج روسيا أو كسر روسيا ما زال أمامه تقريبا فرصة جدا ضيقة هي أقل من عام للبحث عن مخرج وقد يكون هذا هو المخرج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر